بدنا نصبح سوى على أحمد حسن الناصر طالب سنة خامسة في كلية الهندسة الزراعية بجامعة إدلب هو معنا عبر السكايب من ريف إدلب صباح الخير يا رب يسعد صباحك يسعد صباحكم أهل الزهر شو رأيكم نبدأ يعني قولي تفضل رفعا على التوضيح في أحمد حسين الناصر أحمد وليس أحمد حسن أحمد حسن ناصر نعتدر من سيد الوالد وأكيد سلامنا لأله بدي أرجع أرحب بك أحمد حسن الناصر ونحكي أكثر عن موضوع زراعات الأرز اللي هو أنت اخترته كمشروع تخرج لك يعني مثل ما نعب زراعات الأرز كانت موجودة بسهل الغاب لكن نتيجة قلة المياه توقفت هاي الزراعة اختيارك لهاي الزراعة خاصة أنه يعني المياه مش على أحسن حال بسوريا بالضبط أنا اخترت مشروع زراعات الأرز كونه مشروع منقطع عن زراعة الأرز من زمان الخير يعني من أيام وقت كان سهل الغاب مستنقع لذلك أنا قررت أزرع هذا محصول الأرز لأهدث عليه تطورات تحسين ورجع زراعة منقطعها إلى سهل الروج والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن طيب أحمد يعني أنت قلت أنه بدأت تجارب حتى قررت تبدأ بهذا النوع من الزراعة هل أخذ معك وقت كم تجربة أو من التجربة الأولى كيف كانت النتائج أحكي لنا أكتر تفاصيل أنا أول تجربة كانت هيلي بالنسبة لزراعة الأرز ويجربنا أن نزرع محصول الأرز بغير موعده مثلاً بشهر شباط أو شهر آزاء زرعنا بكذا عروي وكذا موعد يعني ما لقينا البات لهذا السنس المتواجد حالياً بين يدينا لذلك صبرنا لشهر نسان بداية شهر نسان عندما توفر الدرجات الحرارة المناسبة حتى قدرته وزرعنا وبقدرنا الحمد لله بفضل الله لأنه عروية صيفية من محصول صيفية إذن تحتاج المناخ مناسب لزراعة الأرز بإضافة إلى المياه الجيدة وأحمد أنت جربت على منطقة محدودة زراعة الأرز على مرحلتين أو على نوعين الأسقايا المغمورة وأيضاً بالتنقيت أيها كان أنجح وأيها بتكلف أكثر وكيف كان المحصول؟ هل نقدر نقول أنه فعلاً نحن قادرين أنه نزرع الأرز بشمالنا؟ حالياً أنه قادرين نزرع الأرز بشمالنا هذا الشيء يعني يبدو جهد ومال ومياه كثيرة وتعب تحتها بصير أما بالنسبة للتجربتين قمت فيها هي تجربة رايب الغمر وتجربة رايب الغمر كانت تجربة رايب الغمر استهلكت كمية مياه أكبر من رايب الغنقيت ولكن هناك بروق معنوية ظاهرة بالأعيان أنه مثلاً من حيث استطاة النبات من حيث الشيء من الورقة من حيث السمبلي من حيث عدد الحقوق فيها ضمن السمبلي يعني عدد الإشطاءات ضمن النبات الواحد كل هذه تدور بكمية المياه الموضة وهذا أكبر دليل أنه الأرز هو محصول يحتاج لكميات هذه المياه طيب أحمد تتوقع لو حسيتوا أنه الإنتاج وقدرت المناطق بشمال سوريا ترجع تحي زراعة الأرز أنه تكون مصدرة لأماكن أخرى بسوريا أو تكتفي على الأقل بالمنطقة من الرز اللي عم تزرعه عنده لهذا الحد أنه يستطيع تزيرها الدول بره إلى الدول الخارج لا على المدن المحيطة مدول الخارج على المدن المحيطة احتمال احتمال يعني إذا توفرت أنه الشروط المناسبة وهي تأمين كميات ملازمة لسقاية محصول الأرز من خلال يعني أعاد الضخم يعني أهل أسهل الروج من خلال تفعيل سد تفعيل وتشغيل محطة سد البانعة من خلال الضخم من عين الزرقة إلى سهل الروج إذا توفرت هذه الشروط إذا توفرت هذه العمور إن شاء الله نتأمن من الله تنتشر زراعتها إن شاء الله تنتشر زراعة الأرز في سهل الروج قل لي أحمد حضرتك متزوج وعندك أطفال قام أسمع صوتهم أكيد من أصبح عليهم أي والله عندي طفلة وطفل شنو اسمهم؟ الله يخلي لك ياهم البنت خديجة والطفل حسين الله يخليهم أكيد سلامنا لخديجة وبوساتنا لخديجة وحسين يعني أحمد كما ذكرت أنه كان مشروع تخرج وأنت ذكرت خلال المادة أنه بيحتاج لمال كبير ولا أحد داعم حتى تستمر بهذا المشروع حل هذا تواصل معك أو أنت تواصلت مع أحدا حتى تكبر هذا المشروع ممكن تستمر فيه؟ إلى الآن لم أتواصل مع أحد لأنه يعني كون مشروع تخرج ومساحة صغيرة يعني ما أحتاجت إلى مال يعني بقدر كبير من خلال بس عمليات السقاية يعني هايش متوفرة حاليا عني كونه عندي أمبير وغطة ومجموعة طاقة شمسية لذلك توفرت لي الشعب وحسنت أزرع هاي المساحة من المحصول لها بس وهي عبارة عن تجربة لذلك يعني نعمل كوني مهندس زراعية يقع على عاتقي مؤمن ثلية غزائية ولا بزيزة بسيط لمنطقتنا بشمال المحرر والسوري أكيد جهودك يعني مشكورة أحمد يعني أنا أحب حيل الكبسة فطمني زراعات رس طويلة ولا قصير لا قصير قصير رز ما حاشت بدنا نشكرك أحمد أحمد حسين الناصر طالب سنة خمسة بكليت الهندسة الزراعية بجامعة إذليب كل توفيق لألك بمشروعك وإن شاء الله بيلاقي المستقبل اللي أنت بتطمح له شكرا لأيلك شكرا لأيكم كمنا شكرا لأيكم شكرا لأيكم